يا عيني على مربى اليقطين يلي مثل الذهب ما شاء الله يوم أنا عند أمي قلت له يا ماما مربى اليقطيني بيطلع معك بيشهي وبيقرش وبياخد العقل بدي أعطي طريقتك للمتابعين أعطي لعيونك أم اللول فحضرنا مع بعض أطيب مربى يقطين أما شو طلع مربى ما شاء الله بيشهي القلب أرشى وطعمة ولون ولا أروعة من هيك تابعوا الفيديو ولا تشوفوا الطريقة بالتفصيل جبت يقطينة كبيرة بيضة هلأ بدي أطعب النص بأكتر سكينة حدا عندكم قطع اليقطين لأنه كتير كتير قاسي بقسمها بالنص بهي الطريقة هي بس من فوق بتكون قاسي بعدين بتكرج معكم وبعدين بقطع حزوز مثل حزوز البطيخ بس تكون سميكة شوي يعني هلأ هذا الحز طلع معي شوي رفيع فلأ برجع بسمكم شوي عشان تطلع القطع أكبر بهي الطريقة هيك ياسو بيكون كتير تمام والتقطيعه كمان حسب رغبة كون بقيم اللبي اللي جوا وهي المنطقة بتكون طريقة ما بدناها من قيمة وبقشروا بهي الطريقة كتير طريقته سهلة بالتأشير بس تقطيعه صعب شوي هيك تمام وبعدين بقطعهم لقطع متوسطة السماكة ما بدناهم يكونوا كتير السماك بعدين ما بصيروا شفافين وإذا كتير رقاء بتطلع مقرمشة من بره ومن جوا يعني ما بتتعباب الباطر لهيك أفضل شي إنه تكون متوسطة الحجم بهي الطريقة بعد ما انتهينا من تأشير وتقطيع كل الكمية منحطهم على الميزان أنا طلوع عندي وزنهم 3 كيلو ونص هلأ بدي حضر الكلس بوعاء بلاستيك بضيف كوبين من الكلس يلي هو الجير يلي يستعمل البناء عادة ما نحط لكل كيلو يقطين معلقتين كلس أما أنا اليوم ضعفت المقادير يعني حطيت لكل كيلو يقطين أربع معالق كبيرة كلس لأنه رح أنقعهم لفترة أصيرة يعني لمدة أربع ساعات بس مو ليوم كامل تمام وبضيف عليهم تقريبا ثلاث لترات مي باردة أو بحرارة المطبخ المهم ما بدناها مي صخنة وبحرك بمعلقة خشبية كتير منيح ضروري تستعملوا الأوعية خشب أو بلاستيك لأنه الكلس بيتفعل مع المعادن وكل ما كانت الكلسة فيها حجار بتكون نوعيتها أفضل بحركهم كتير منيح وبتركهم حتى يرؤد الكلس تماما لمدة عشر دقايق أو ربع ساعة بس يرؤد هلأ بتشوفوا كيف بصير وهيك رأد عندي الكلس شايفين كيف بيطلع عليه مثل رغوة بيضة على الوش بس المي بتصير تقريبا شفافة هيك صار جاهز عندي بحط اليقطين بوعاء كتير كبير وبضيف عليه رائق الكلس يلي طلع معي لازم مية الكلس تغمر اليقطين تماما أنا هون قصر علي مية كلس سرجعت دوابة معلقتين بليتر مي وتركتهم يرؤدوا وضفتهم بدنا اليقطين ينغمر كل ياتوا كتير منيح بعد هيك بضغطهم بوعاء كتير منيح حتى ما يفوشوا لفوق يضغطوا كل ياتوا بالكلس وبحطة اليلة وبتركهم لمدة أربع ساعات بس أو ثلاث ساعات بيكفي يعني ما بدنا نتركهم ليلة كاملة هلأ بعد ثلاث ساعات تقريبا رح أختبر اليقطين إذا تكلس تماما لاحظوا كيف بيطالع صوت كأنكم عم تطرقوا على الشي بلاستيك لما تسمعوا هذا الصوت باليقطينة بتعرفوا أنه هيك اليقطين تكلس كتير منيح ولما تحركوهم بتحسوهم عم يزأزقوا سمعوا الصوت يلي بالفيديو هيك تأكدت إنه اليقطين تكلس تماما صاروا جاهزين عندي لنبلش بيطبخوا بتخلص من مية الكلس تماما وبغسلهم أقل شيء أربع مرات لحتى ينضفوا تماما من الكلس وهلأ بتنجرة كبيرة بحط مي مغلية وبنزل عليها اليقطين بعد ما غسلتوا كتير منيح يعني بدي فور على اليقطين وكب ميته هلأ رح تسألوني ليش عملتي هيك أول شيء مشان وقت نغليها لأبل قطر ما بيطالع راغي وعالوش تاني شيء إنه منو تخلص من أضرار الكلس نهائيا بس ضروري ما تطولوا عليه بالمية الصخنة حتى يعني ما يروح منو الكلس نهائيا وكأنه ما حطينا كلس لا يادو بخمس دقائق تغلي أول غلوة بس وفورا منصفيهم من المية الصخنة وبحطهم بالمصفاية وهلأ بتنجرة كبيرة تضيف لكل كيلو يقطين كيلو مي وكيلو سكر بس أنا رح زود عيار المي نصف كيلو كمان مشان لأنه اليقطين بيغلي كتير عن نار فتتبخر شوي من السوائل يعني رح ضيف أربعة لتر مي وثلاثة كيلو ونصف سكر باخد القطر على النار بدون تحريك نهائيا إذا حركت السكر بهاي المرحلة غالبا رح يسكر مع كل القطر فالأفضل تتركوه بدون تحريك نهائيا هو لحاله بس يغلي رح يضوب السكر بتركو يغلي ربع ساعة على نار قوية حتى يعقد القطر شوي بعدين بضيف عليك كمية اليقطين شوي شوي بهالطريقة شوفوا كيف كمية القطر منيحة عليهم يعني مبحبحين بالقطر أخذين راحتهم مشان يستوي اليقطين كتير منيح هيك لازم تكون كمية القطر فيهم بتركو يغلو على نار كتير عالية هيك بلا الشيغلي عندي القطر شايفين كيف ما طلع عن دراغوة نهائيا هذا لأنه فورنا على اليقطين من قبل هلا بين كل فترة والثانية بغطسهم بالقطر بهي الطريقة وبخليهم على نار عالية خطوة كتير ضرورية ندها نحراف الطنجرة بفرشاية رطبة هاي الخطوة مشان ما يسكر معنا القطر نهائيا بيبقى معكم اكتر من سنة مستحيل يسكر معكم بهي الطريقة ان شاء الله اول ساعة ونص بتركوهن على نار كتير عالية وبين كل فترة والثانية بغطسهم بالقطر بهي الطريقة وبعمل لهم تقليبة يعني كل ربع ساعة هيك تقريبا قللون عندي عن نار ساعة لا تنسوا تحركوهن مشان ما يحترقوا معكم بغطسهم وبعمل لهم تقليبة هاي شكلهم بعد ساعتين تقريبا شايفين كيف نقص حجمون بس توصلوا لهي المرحلة فورا بتضعفوا النار يعني نخلي النار هون كتير كتير هادية كمان بغمسهم بالقطر بعمل لهم تحركة حرجع عيد خطوة الفرشاية المبللة بالمي مشان نتأكد مية بالمية انه ما يسكر معنا القطر نهائيا بعد هيك بضعف النار عليهم على الاخير ليستووا على مهلون ليكملوا استواء لثلاث ساعات ونص قبل ما قطفي النار بنص ساعة بضيف معلقة كبيرة من حمض الليمون او ملح الليمون مشان ما يسكر معنا القطر وبتركوه يعقد كمان نص ساعة يعني الوقت بالكامل بياخدوا معكم اربع ساعات على الغاز كمان حسب قطعة اليقطين حسب كميتون ما فيني اعطيكون وقت محدد بس لتصير قطعة اليقطين شفافة بتعرفوا انها استويت اما بالنسبة للقطر بناخد كمية من القطر بنحطو بصحن بنتركو حتى يبرد كتير منيح عشر دقايق بعدين بنختبر سماكة القطر بعمل علام بقلب الصحن بهي الطريقة اذا علم عندي القطر هيك بيكون القطر جاهز عندي اذا رجع لم على بعضو بيكون مو جاهز كمان رح اعمل الاختبار مرة تانية بواسطة الاصبع لاحظوا كيف بيعلم عندي القطر وما برجع بلم على بعضو هيك القطر جاهز عندي واليقطين من جوه مستوية مية بالمية ما فيها بياض طعمتها اللي ما بتاكلوها ما فيها طعمة يقطين هيك بتعرفوا انه استوى بطفي على النار وبتركوه يبرد كتير منيح لتاني يوم لحتى اتأكد انه القطر ما سكر عندي نهائيا وهي النتيجة ما شاء الله مربى يقطين وكأنه حجر عائي بياخد العقل ارشي طعم لون والارواع من هيك حبي تصوركم النتيجة النهائية بجنينة امي وجنب زريعات الحلوين جنب هالمربايات الحلوين وياه سلام وياه سلام تحلايا رائعة طول الشتوية في ناس بتجففوا من القطر وبتاكلو هيك نقرشة نحنا كمان هيك منحبو نقرشة وقت يجي على بالنا حلو ولا اطيب من هيك شايفين كيف قطعة المربى شفافة ما شاء الله عم تخيل ايدي من وراها اما قوام القطر فهو قوام مثالي لهو كتير تقيل يكون تقيل على القلب ويسكر معنا ولا هو كتير خفيف كمان القطر اذا خفيف في الزيادة بيعفن المربى ما بيقعد سنة كاملة عبتهم بمطربانات نظيفة معقمة وناشفة تماما مية بالمية وبغمرهم بالقطر كل ما بتكون تتناولوا منهم ابدا ما بيصير تكون المعلقة رطبة او فيها موي او اصابعنا فيها موي نهائيا اذا اجاه هون نقطة موي بيحمض معكم المربى مطربانات المونة ضرورة تغمروهم بالقطر مشان تضمنوا انه يعدوا معكم سنة كاملة اما اللي بنا نتناول هون فورا فينا نصفيهم من القطر بيعدوا اسبوع بالبراد ما بيصر لون شي هيك بيكون خلاص الفيديو لليوم اللي عنده اي سؤال يكتب ليها بالتعليقات وشاركوني اعرائكم وتجاربكم اسفل الفيديو مشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد لا تنسوا اللايك السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة